ما بين مكة والمدينة جولات ميدانية مستمرة للجنة الأوقاف الدينية النيابية للتعرف على الخدمات المقدمة للحجاج من هيئة الحج في الديار المقدسة واجبنا حقيقة أن الراقب عمل هيئة الحج وتعامله مع الحجاج بكل شيء وتدليل الصعوبات معهم لحد الآن الحمد لله وشكر لم نجد أي نقطة سلبية تسجل على هيئة الحج نحن والسمريبي المتابعة والمراقبة إن شاء الله لحين إكمال مناسك الحج اليوم خامس يوم بالمدينة والأمور حلوزينة الحمد لله والخوة المسؤولين على الطعام جدا جدا جيدين يعني مو بس جيدين جدا جيدين لأن أبدوا فد مساعدة وأخلاق يعني ما شفنا منهم بس شيء موزين ووفقا لشهادة الحجاج فإن الخدمات المقدمة تندرج في المستويات الأولى من بين البعثات العربية والإسلامية رغم اختلاف الثقافات وبعد المسافات هناك ارتياح من الحاج نستهدف الحاج بالأسئلة لا نستهدف الهيئة الهيئة هي المستهدفة وحقيقة الكم الأكبر للأعمال يعني على عاتق الهيئة والحمد لله وشكر وجدنا ارتياح عالي من قبل الوفد الضيوف الرحمن الحمد لله وشكر طلعنا على كثير من الحالات الموجودة لأطعام والإسكان والنقل وجميعها مرضية للحاج وملبيها لطموحي الحجاج لي معانا كل الزين والحمد لله أمورهم جيد جدا موقف سليم جدا جدا الحمد لله نحن متعاونين ويا الحجاجين ويا الدائرة الحج العمرة والحمد لله ومع ارتفاع وطيرة توافد الحجاج إلى الديار المقدسة في الأسبوع الثاني للتفويج يرتفع حجم الخدمات المقدمة في المسكن والمأكل والتوجيهات الدينية كلما اقترب موعد أداء المناسك وتتضافر جهود لجان المراقبة والمتابعة والحجاج جميعا لإنجاح موسم الحج لهذا العام بعد وصول معظم قوافل الحجاج إلى الديار المقدسة من المدينة المنورة في السعودية سجاد الموسوي العراقية الإخبارية